السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايضا خطوة مهمة ضمن جيومترك داتة المفروض نتعلمها قبل ما نبدأ بعمليات الرسم المفروض اللي هو السيف جيومترك داتة احنا مثل ما فتحنا هنا وراح يبدأ بعمل نيو جيومترك داتة واسماها واشتغل حاليا فان شلون احفظها وتكون ضمن البروجيكت مارت الرئيسي شلون تظهر هنا هنا كانت فارغة ما موجودة يعني هسا شلون اثبت لك ارجع لي هنا اقل لي ايضا خطوة اللي وقع احفظها تجي منا على هذا الخيار تقول لها م force البروجيكت ذاته مو از توقع هي السياح حبذه هاد الخيار تمامر precisamente البروجيكت ذاته تكون لآية داتة اخر بسضمن diploma ما هو اسمها ؟ سميتها جيومتر كداتا دعي اكتب لها حمار يعني اسمها اسم النهر ما هو اسم يعمل فهس اقول له اوك تمام لاحظ اسم تغيرت هنا جيومتر كداتا صارت باسمها حمار فأول خطوة وكذلك هنا اسمها جيومتر كداتا جيومتر كداتا حمار اذا ما تقول اي خطوة تشتغلها تضيف نهاية جيومتر داتا تريد أن تحفظها فقط تقول لها سيف الخطوات تروح على سيف جيومتر داتا سينطيك اوبشن يقول لك انطيني الاسم تسميه وين تحفظه تمام عيني هو يطيك الامتداد تقول له اوكي سيظهر لك هنا هذا إذا انتبهت بالمحاضرة السابقة ما كان موجود فلازم كل خطوة نسويها لازم نسيف نسيف الداتا اللي خاصة بها هس مثلا راح نجي على هاي المحاضرة مثلا نضع نضع خواصة كذا غيرها تمام فلازم نسيف هاي الخطوات شلون تبقى محفوظة بالبرنامج نضع 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 نقطة نضع نقطة فهي شون انا احفظت تبقى محفوظة لهذا البروجيكت المفروض منها من اول ما ابدع عمليتي البروجيكت انو ااني تلقائيا احنا مثل ما نسميها نشتغلها بهذا الابش لاخذ الثاني غلاقتها وراح اغلق البرنامج الرئيسي لان حفظ يقول هل تريد ان تساعد البروجيكت قبل ان اخرجك؟ نعم 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 حقيقة احنا 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 هل تحديد انطر متحق خاصة بصورة عمزة اسمي البروجيكت هاي تمام البلان اللي انت راح تسرع عليها بهذا الشكل الهيك رازد يقول لك هنا انتر the short plan متكونا من 16 character recommended max 64 يعني تنطيفت اي تسمية معينة شنو البلان اللي خاص بك انه انت راح تعمل به يعني character max مثلا راح اسمي باسمي صراحة مثلا اسمي المشروع a l a h k a d h i n تمام انطي اوكي هذا save البرنامج هسا تلقائيا من تروح تفتح البرنامج لاحظ هسا راح ارجع افتح البرنامج لاحظ هسا افتح البرنامج do it already to state yes هاذي البرنامج من افتحها اقول لها edit او بنو project افتحني البروجكت طبعا هنا اغير انا خاز نبستي فمرة خاف ما يظهر لك تروح على هذا ال option تغير مكان العمل ماددك اوين موجود تمام فهسا هنا هو هذا البروجكت لاحظ هذا الاسمي اقول له اوكي تمام هذا الفتح لاحظ ظهر اسم البروجكت والبلان والجوماتر قداته طيب دكتورة اذا اريد اني هسا بس ارجعي لي الى خطوة الجوماتر قداته اوكي تمام تمام اوكي اروح اذا اقول لها new project خلي انطى هنا تسمين مثلا لا على التعيين اسميه باليوزر تمام انطى اسم مثلا حسنًا يقول لك انطيني اسم لسه بجيومترك داتا اللي هي ضمن هذا النام راح انطيها مثلا تي 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 تمام عيني لأن هذا مشروع وهمي مو الحقيقي مجرد حتى اعلمك بي تمام ضمن هذا اليوزر وين مكانها تمام عيني وتنخزن اتقول له هنا اوكي لاحظ هس هنا تغير اسمها شوف شون صار اسمها جيومترك داتا ظهرت باسمها تي 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 لاحظ هنا ايضا تغير بالواجهة الرئيسية للبرنامج مظهرت بهذا الاسم نقول له اوكي تمام هس هنا تبقائيا ايضا راح لان ما مشتغل وما مضع اي بيانات فما يطلب من عندك الشورت دي هو هذا ال سيف جيومترك داتا وعمل البلان الخاص ب اذا عندك اي سواد او استفسار